بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن الطلاق والخلع من أهم الأمور اللي بنتعرض لها في منازعات الأسرة الطلاق والخلع حقوق الزوجة في الطلاق وحقوق الزوجة في الخلع دي لازم تبصر بيها الموكل والموكلة لما تجيلك وكمان المفروض أنك أنت يبقى ليك دور أولاً تحاول تعرض الصلح إذا كانت مشكلة ممكن تنتهي بتدخلك يبقى ده شيء كويس جداً أنك تسعى للصلح وتحاول تزيل الشقاق إذا أمكن ممكن بعد كده تعمل محاولة تانية إذا كانت عندك الزوجة تستأذنها في لقاء الزوج ومحاولة عرض الصلح وتقابل الطرفين وتعرض الصلح عليهم إذا أمكن إذا ما أمكنش وأكتب عليكم القتال وهو كرهن لكم يبقى بتلجأ للإبراقات القانونية المطلوبة حسب اللي بطلبها منك العميل ولازم طبعاً تبصره بالفرق بين الطلاق والخلع وده اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي الفرق بين الطلاق والخلع ما يجي لك حد يقول لك طبعاً أنا أطلق والأخلع وإيه الفرق بين الطلاق وبين الخلع طب والأولاد هيبقوا معاً مين في الطلاق والخلع وهل يجوز التنازل عن الأولاد وعن نفقة الأولاد وعن حضانة الأولاد نتكلم بقى في الكلام ده وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق بيترتب عليه أن تستحق الزوجة كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق ولو في قائمة أعيان جهاز بتلجأ للطريق الجنائي بإقامة دون حتة بديد لاتهاموا بيها أما الخلع فبتتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية وترد إلى الزوج عاجل الصداق وتطلق خلعاً حكم الخلع من أول درجة بيبقى نهائي حكم الطلاق بيبقى نهائي بعد صدور حكم استئنافي بالطلاق ولكن تحسب مدة الطلاق من تاريخ حكم أول درجة وتحسب العدة من تاريخ حكم أول درجة ولكن لا يصير الحكم نهائياً إلا إذا قضي فيه استئنافياً أما الخلع فينتهي من أول درجة يصدر فيها الحكم فهو بات ونهائي وواجب النفاذ وفي الحالتين بتطلق الزوجة طلق أولى بائنا بينونا صغرى يعني لا يستطيع الزوج أن يتزوجها أو يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها طبعاً وهنا بيتجل الفرق بين الطلاق والخلع إيه علاقة الطلاق والخلع بحقوق الأولاد؟ ما فيش أي اختلاف بين الطلاق والخلع في حقوق الأولاد من نفقة من حضانة لا يجوز للأمة أن تتنازل عن نفقة الأولاد ولا يجوز أن تطالب بهذا أصلاً لأنه ليس حقها وحق الأولاد وإذا تنازلت الزوجة عن النفقة لا يقبل منها هذا التنازل لأنه ليس حقها وتجب للأطفال على الأب في كل الأحوال سواء كانت الزوجة طلقت خلعاً أو طلقت بدعوة تطليق للضرر أو لأسباب الطلاق المتعددة اللي هي منها الطلاق للهجر والطلاق لعدم النفقة والطلاق للإيزاء والطلاق للضرب والطلاق للزواج بأخرى أسباب الطلاق متعددة كثيرة جداً بتقعد مع الموكلة بتاعتك وتفحص مشكلتها وأسبابها وتلحق السبب القانون المطابق للحالة بتاعتها وتلحقه بالدعوة وتأسس دعوتك عليه أما إذا كانت خلع فدعوة الخلع ليست لها أسباب فقط أنها تقول أخشى ألا أقيم حدود الله هذا شرطها الوحيد وحقوق الأولاد كما أسلفنا تجب على الأب في كل الأحوال سواء كانت طلاق خلع أو تطليق لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها في دعوة طلاقة إذا ما صدر فيها حكم استئناف عضانة الأولاد تكون للأم في سن ثم للأب في سن آخر وتتولى المحكمة هذا الأمر وتبحث أين تكون مصلحة الصغار وتقضي بما فيه صالح الصغار فمسألة الصغار في الطلاق والخلع لا تتضرر منه الزوجة ولا يسقط حقها فيه أبدا حتى لو هي تنزل يسقط هذا التنازل ولا يعتد به يبقى بعد ذلك أن نوضح أن دور المحامي في هذه الدعاوة يجب أن يكون أيضا حياديا أن يكون متحفزا جدا متحسبا ألا يتدخل في تفاصيل تخصه أو لا تخص دعواه ويأخذ من المعلومات ما يلزم لإقامة دعواه وفقط هذا ما يجب على المحامي في عرض الصلح يجب أن يكون بمعرفة موكله وفي حضوره لا يلتقي بالخصم أبدا في غيبة موكله أو بدون إذنه أو بدون علمه في حالة ما إذا أراد أن يصلح بينه وأصلا يجب أن يقبل موكله الصلح ربما يأتي لك حد تقول له أنا هعرض الصلح على الطرف الثاني يرفض ويقول لك أنا وأخذ قراري خلاص هنا في هذه الحالة لا يصح أنك تعرض عليه صلح أو تكلمه في أنه يراجع نفسه لأن ده لا دورك ولا وجبك أنت وجبك أنك أنت بتحقق له مصلحة هو طالبها أن يقيم دعوة تطليق للخلع أو تطليق للضرر أو تطليق لعدم النفقة أيما كانت أسبابه القانونية تقيم الدعوة على الوضع الذي طلبوا منك إثبات الطلاق في حالتين إثبات واقعة التطليق اللي تمت فعلا أو طلب الطلاق لسبب من الأسباب التي سبق أن ذكرناها زي الضرر، زي الضرب، زي عدم النفقة، زي الزواج بأخرى هنا تطلب الطلاق بتقيم دعوة تطليق للضرر أما إثبات الطلاق أن تكون الزوجة طلقت ولم تراجع في مدة العدة أو طلقت سلاسة وصارت بأئنة منه ففي هذه الحالة لا تقيم دعوة طلاق للضرر لأن الطلاق تم فعلا فتقيم دعوة إثبات طلاق وهذه الدعوة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ويصدر الحكم فيها بطلقة بأئنة بينونا صغرى أو طلقة بأئنة بينونا قبرى إذا استطاعت الزوجة أن تثبت أن زوجها طلقها ثلاث طلاقات متفرقات هنا يكون الطلاق بأئنا هذا فيما يتعلق بإثبات الطلاق يبقى آخر حاجة فيما يتعلق بحقوق الزوجة وهو قائمة المنقلات قائمة المنقلات طبعا يحكمها القانون الجنائي وليس قانون الأسرة قائمة المنقلات بتقام بها جنح التبديد ويفضل أن جنح التبديد تتم بالطريق النيابة أن يقدم بها بلاغ إلى الشرطة ثم يرفع إلى النيابة ثم يقضى في الدعوة عشان تضمن أن المتهم يحضر بنفسه في الاستئناف فده يكون راضع له ويدفعه للتصالح بسرعة لكن لو أقمتها على جناح الادعاء المباشر هيقدر أنه هو يحضر محامي عنه وما يحضرش في الاستئناف والمسألة بتبقى مش مزعجة أو بالنسبة له لكن إذا أقمتها عن طريق الشرطة والنيابة بتبقى يلزم حضور المتهم في الاستئناف وده بيخلي فرصتك أكتر في أنه يتخالص معاك قبل جلسة الاستئناف المنقلات الزوجة بتطالب بيها بيقضى لها بالمنقلات وإن الزوج امتنى عن سداد وتقديم المنقلات بيقضى بحبسه لأنه ارتكب جريم التبديد وخان الأمان طيب في أحوال بتبقى الزوجة متعنتة فيها الزوج عايز يعرض عليها الجهاز عشان يبرئ زمته عشان لا يصلط عليه سيف للتهم ولا يقضى عليه بالحبس والمنقلات موجودة هو لا يرغب في تبديدها هو ما بديدهاش أصلا طب يعمل إيه؟ يعرضها بإنذار عرض على يد محضر على الزوجة وإذا قبلت بيقدم هذا الإنذار للمحكمة والمحكمة بتغضي من قضاء الدعم أحيانا بيحصل مشاكل أن الزوج يعرض الجهاز والزوجة ترفض استلام الجهاز بدعوة أنه غير مطابق وأنه تم تبديده وأنه تم تغييره وإحضار أشياء أرضى منه هنا بتحال الدعوة للتحقيق المحكمة يمكن أن تحال الدعوة للتحقيق للاستيصاق من هذا الأمر وترى فين وجه الحق وتقضي به لكن لا تبرأ زمة الزوج إلا إذا عرض المنقولات كاملة على الزوجة وقبيلتها بأن يعرضها عرضا قانونيا على يد محضر على الزوجة ووكيلها فإذا استلمت فبها وإن لم تستلم بيقدم إنذار العرض للمحكمة المحكمة بتتأكد إنه زمته بريئة وإنه نيته كويسة ثم بتكلفه بالعرض مرة ثانية عشان تتأكد إن الزوجة لازم تاخد حاجته إذا امتنعت عن استلامها المحكمة بتعتبرها متعنتة وبتقضي له بالبراءة أو بانقضاء الدعوة لأنه أبرأ زمته من منقلات الزوجية وهنا ينتهي الكلام في مسألة منازعات الأسرة فيما يخص التبديد والطلاق وإثبات الطلاق وإن شاء الله في حلقة لاحقة سنتكلم عن نفقة الأولاد وعن حضانة الأولاد وما يتعلق بهما ولمن تثبت الحضانة وقدر النفأة وكيف تقدر النفقة كل هذه الأمور أن أتحدث فيها في اللقاء القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر